الجلسة حوارية ده اللقاء ثم بعد ذلك جلسة حوارية تحدث فيها الفريق كامل وزيرة عن أو على اللي قدام حضراتكم مشروع شبكة القطار الكهربائي اللي كان بيتكلم سيدة الفريق معنا أول مبارح حلقة المطولة شرح لأشقان في دولة أمرات والحضور الشبكة اللي مصري بتعملها شبكة القطار الكهربائي السريع واتكلم على إنه الشبكة دي بتضم أربع خطوط بيتم تنفيذها حاليا السخنة العالمين الجديدة العالمين الجديدة بمطروح 675 كيلو مترا 6 أكتوبر الأقصر أسوان أبو سمبل 1100 كيلو مترا ده الخط التاني اللي هو الخط الأزرق قنة الغردقة سفاجة 225 كيلو مترا والخط الرابع بورد سعيد أبو قير والمخطة التنفيذ بمشاركة من القطاع الخاص 250 كيلو مترا فريق كامل وزير قال لهم دي أطول شبكة قطار كهربائي سريع طولها 2250 كيلو مترا الأربع خطوط اللي بيتم تنفيذهم في هذا التوقيت أكد الوزير كامل وزير فريق كامل وزير على استراتيجية وزارة النقل اللي شرحها معنا تحديدا واتكلم على المحاور اللوجستية والتنموية والتكامل مع المناطق الإنتاج زي ما نحن لسه كنا منتكلم على شرق العوينات مش هتبقى عندك شرق العوينات ولا تشكى ولا أي حاجة إلا وفيه طرق وفيه رب وفيه سكة حديد وفيه زراعة يبقى عندك صناعة عندك زراعة عندك تعدين عندك مصانع لازم تربطها بمحاور وخطوط مواصلات برية وسكة حديد وبحرية مواني وحتى نهر النيل لو ما عندكش دول موجودين مش يقوب عندك أي حاجة أي دولة تتقدم تقول سنغفورة سنغفورة يعني إيه عندها عندها مواني مش كده عندها خطوط سكة حديد مش كده عندها نقل بري وبحري مش كده أمريكا تايوان الصين روسيا لتحاد الأوروبي أي دولة تتكلم على دبي لو تتكلم على دبي أي حد النهاردة عايز يتكلم عايز حركة وعايز نقل وعايز دخل يجي لك عايز دخل يجي لك وإرادات بالدولارات وعلم الصعب يجي لك لازم يبقى عندك اللي احنا بنتكلم عليه صناعة زراعة شبكة طرق بكل معنى كلمة طرق اللي احنا بيتعمل في مصر النهاردة مش هتعمل حاجة ولا يتم إنجاز إلا لو عندك ده طيب الشبكة الطرق النهاردة القطار الكرباء السريع مش ركبس عند بضايع عند ركاب عند سك حديد يبقى ده موجود وقعد شرح الفريق كامل وزير النهاردة على الاستراتيجية الخاصة به هذه المجالات اتكلم كمان على المواني المواني البحرية واتكلم إنها تكون مرتبطة بوسائل النقل النظيفة والسريعة والآمنة اللي هي أولها ايه؟ قطار الكهرباء السريع لأنه ده اللي هو ينقل مصر زي ما قال كده قال عاهد السيد الرئيس والشعب المصري أنه مصر ستكون مركز التجارة العالمية واللوجستيات اللي قاله النهاردة بالمناسبة قال كده النهاردة فيه في أبو ظبي قال كده أنه مصر هتكون مركز للتجارة العالمية واللوجستيات هو ده كلام؟ لا فيش حاجة اسمها كلام ممكن تقول عنوين بس على الأرض انت بتعمل ده فعلا بدأت أولا يبقى عندك مواني النهاردة تستقبل سفن عمرها ما كان بتستقبل تحية مصر واسكندرية وغيرها وما كانش بيجي لها الكلام ده عشر تلاف حوية بيجي لك عمرها ما كان بيتيجي اسكندرية أصلا يبقى عندك وسائل نقل وسائل مواني جافة تنقل الحويات دي بلدى ما يعمل تكدس في المواني يبقى عندك مينة جافة ومواني جافة تنقل لها الحويات من خلال شبكات السكة الحديدية ما أنت كمان عايز يبقى عندك سكة حديدة عشان توفر استهلاك الطرق من خلال الشاحنات فكلما زوت السكة الحديد والبضايع يبقى عندك حصيلة هائلة من نقل بضايع عبر السكة الحديد ده رقع على طول وانت مغمط بيوفر استهلاك الطرق يبقاش كلك سنتين ثلاثة على زغير طريق أو أعدل طريق أو أعمل بنية الطريق مرة أخرى ونقول يا الطريق ده ده كان لسه عاملينه من سنة وباز آه بازلي بازلي عشان عليه استخدامات نقل هائلة حركة بضايع هائلة طيب انت عايزت توفر الكلام ده تعمل ايه وبعندك سكة حديد بدل مع عربيات النقل الستين عربية نقل أخدهم في قطر أخد ستين حوية على قطر يبقى يوفر ويسهل وأحسن وأسرع وأأمن أأمن بالمناسبة يقالي الحوادث يعني من إيجابيات الحاجة دي تقليل الحوادث عربيات النقل كتير على الطرق وانتو بتشوفوا الكلام ده طيب هاخد الحوادث دي من مواني سكندرية ولا من السخنة على عربيات سكة حديد أخدها من أسوان على عربيات سكة حديد أخدها من تشك على عربيات سكة حديد أخد شرق العوينات وانقل من شرق العوينات إلى تشك أو أقرب مكان لها ينقل بالقطارات زي ما احنا كنا منتكلم مبارح من 6 أكتوبر هنا الميناء الجاف يبقى عندي قطار ياخد بضايع بدلا ما احنا كل عملين حركة كلها النهاردة بضايع ما انت عندك حركة وعندك شغل بيتم يبقى لما تدخل منظومة القطارات البضايع تقلل كسافة النقل والشاحنات على الطرق يبقى انت بتتيح المجال لمين؟ العربيات الأقل اللي هي ربع نقل أو نص نقل المشي العربيات الكبيرة اللي هي دايما بتعمل لنا كوارس على الطرق أو موظمها بيعمل كوارس على الطرق كل شوية نلاقي إلحق نقل إلحق مطور إلحق الكلام ده قالت شوية ولكن بتحصل ترجمة نانسي قنقر